خلينا نقسم كما حضرتك إيه هي الأساسيات وإيه هي الكماليات النهاردة أنا مثلا لسه إبني هيدخل مدرسة يعني أول سنة لي إيه الحاجة اللي أجيبها له دلوقتي يعني كويسة كواليتي كويسة أوي جودة كويسة أوي عشان تكمل معاه مايجيش يقولي السنة الجاية أنا عايز شنطة جديدة لا هي الشنطة دي مكملة معاك اللانش بوكس ده ده مكمل معاك الزمزمية دي مكملة معاك إيه الحاجات الأساسية تكمل معاك والكماليات زي ما حدرتك ما قلت اللانش بوكس لازم أختار أفضل نوع واللي هو المحكم الغلق لأن طبعا أنا بدل ما الولاد ما بيحط فيه الأكل وتلاقي الأكل يجي على الكرسات والكتب لأنا لازم أختار أفضل نوع محكم الغلق بالنسبة لي الشنطة طبعا الشنطة اللي هي لازم تكون متينة الشنطة نفسها بتكون عريضة عشان ما هو الحزام بتاع الشنطة عشان يستحم ما يبقاش الجزء المخصص اللي هو مسكل على كتف الطفل يبقى مساحته كبيرة ما يبقاش مرهق الحزاء نفسه ده مهم جدا جدا إنه بيقعد طبعا فترات طويلة في المدرسة وبيلعب لازم حزاء متين وحزاء جيد ومريح دي نقطة برضو مهمة زي محادرتك ما قلت الزمزمية لازم تكون طبعا معزولة وتكون بشكل جيد ويكون دايما للطفل إحنا نديله خيارات إنه يقدر يشيلها كده على كتفه أو أنه يحطها في الشنطة في لها مكان معين يعني مهم قوي أن أنا أريح ابني في الاحتياجات زي محادرتك قلت إيه الأساسية الشنطة الزمزمية اللانش بوكس اللي بيروح به المدرسة الحزاء دي حاجات أساسية طيب بالنسبة بقى للكماليات أنا مش عاوزك مش عاوزة أولياء الأمور يشتروا الحاجات اللي هي ذات جودة عالية إحنا عارفين كلنا معظم خصوصا لما يكون الطفل لسه أول مرة يدخل مدرسة ما بيبقاش عارف إزاي أنه هو يحافظ شوي على احتياجاته فأنا ما جيش من أول سبور وهو لسه بيتعود عن مدرسة ما جيبلوش حاجات عالية أول وفي الآخر ييجي من غيرها أصلا فمهم هو أن أنا أجيب حاجات جودة متوسطة وبكمية قليلة بحيث أن أنا أعلمه إزاي يحافظ على حكته هنا مكان الكرسات هنا مكان الكتب هنا مكان المقلامة بتاعتك هتحط الإقلام بشكل معين عشان ما تبهدلش الشمطة بتاعتك لحد ما يتعود ويعرف إزاي أنه يقدر قيمة الأشياء طيب ده بالنسبة لكده فن إعادة التدوير أعتقد أن ده بتبرع فيه الستة المصرية يعني هي تاخد دكتورالة وقرمناها بأي ستة في العالم العربي تعمل إيه؟ إحنا هنقول إعادة التدوير طيب لو كلمنا مثلا عن إعادة لبس المدرسة لبس المدرسة خصوصا البنات الحاجات التطريز الحاجات الأكسسوري البسيطة أوي لو إحنا عندي زي من السنة اللي فاتت أعمله تجديد بسيط يعني توكا مثلا هنا الحاجات اللي هي الأكسسوري اللي بتتجاب وطبعا إحنا اليوتيوب ما خليش يعني أفكار كتيرة جدا جدا في تجديد زي المدرسة كذلك برضو الكرسات والأحزية برضو فين تطريزات بتبقى بسيطة أو بتبقى جميلة في الأحزية بتدي حتى ممكن نشارك ولادنا فيها تطريزات بسيطة في حاجات بتتلزق فسهل جدا والله هي غسلة كده في الغسلة يرجعها جديدة تيه هي غسلة وشوية تطريزات يعني حاجات حتى لو لو البنت بتبقى معاية ومشاركة للموضوع بيبقى الموضوع في حب وفي رياح ليبقى رياحة الطفلة ما قلتلوش أن أنا مش هاجبلك فبس في نفس الوقت عملت نوع من أنواع السعادة بالزبط بالزبط